ينضم إلي أيضا مشاهدين من لندن محمد مشارقة رئيس مركز تقدم للدراسات أهلا بك سيد مشارقة يعني كيف تقيم أهمية الاتفاق اليوم في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي يعيشها السودان يعني كما ذكر تقريركم وكذلك مراسلكم والأخ الذي سبقني فهو اتفاق تاريخي لكنه خطوة على الطريق على طريق استقرار السودان وتقدم هناك حقيقتان يجب أن تقذب عن الاعتبار أن كل المنظومة الدولية مع الولايات المتحدة أوروبا العالم بات يضع شرطا على العمل السياسي لقوة مسلحة بمعنى لا يمكن من الآن تصاعدا كما تشير كل المؤشرات القبول بقوة مسلحة تمارس عمل سياسي بمعنى أن السلاح بات قلقا إقليميا ودوليا فاض إرهابا وهجرة وبالتالي السودانيون أدركوا أن القوة مسلحة أدركت أن لا وقت حتى للمناورات وبالتالي يجب توقيع اتفاق مع حكومة انتقالية المسألة الأخرى أهمية هذا الاتفاق أنه يعزز عملية القوة واقع القوة السياسية أو نسميها بالضبط الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بمعنى الحكومة المدنية فالحاضنة السياسية التي هي القوة الحرية والتغيير عمليا في خلال العام الماضي عاشت أوضاعا مربكة انشققات وانقسامات وخلافات في الرأي وجود قادة الكفاح المسلحة الذين يمثلون أكثر من 60% من شعب السودان وكثر من ثلثين مساحة السودان هؤلاء في الخرطوم هذا على درجة عالية من الأهمية سيعاد بالتأكيد بوجود قادة كبار مثل مالك عقار ياسر عرمان ومجموعة القادة الكبار للحركات المسلحة في الخرطوم هذا مهم للغاية ليعطاء مؤشر أن الحكومة المدنية وهذه المرحلة يجب أن تستكمل بدعم وإسناد من قبل قوة المسلحة التي ناصبت العداء للدولة لم يكن لها أي علاقة بالدولة منذ 20 عاما أو يزيد بالتالي هذه أهمية هذا الموضوع سيد مشارق ما طبيعة الدعم العربي والدولي اليوم الذي يحتاج السودان لضمان استمرار اتفاقية السلام الموقع اليوم لهذا قلنا خطوة خطوة ستعزل الوضع الداخلي تمنع الردة والانقلاب وقوة الثورة المضادة التي تتربص بالثورة السودانية وبالحكم المدني تقبلها بالمرصاد لكن المهم أن ندرك أن السودان يعيش أزمة اقتصادية خانقة حقيقية حيث استحقاقات السلام مثل ما ذكرتم هناك أربع مليون نازح ولاجئ عمليا هناك دمج القوى المسلحة الغير نظامية في الجيش السوداني هناك التعويضات الخاصة بالأراضي وغيرها تحتاج إلى ملايين الملايين لاجئة في دولة مفلسة كالسودان هذا وضع صعب للغاية لهذا يأتي ويجب أن ندقق تماما مستوى التمثيل في هذا الحدث التاريخي اليوم أنا برأيي ليس هناك جدية بالمعنى الإقليمي والدولي في استيعاب ما حدث نحن كعرب برأيي علينا استحقاقات السودان أمن قومي عربي أمن قومي لمصر والخليج وكل المنطقة السودان فاضى الإرهاب من نظام السابق على كل المنطقة وبالتالي على العرب وعلى الإقليم أن يستثمر في هذا في عميد السلام وفي الانتقال السلمي الديمقراطي في السودان للأسف نحن نحتاج إلى تقريبا مثلما كنت في جوبا الشهر الماضي عند موقع اتفاق بالأحر الأولى قيل لنا بأن نحن نحتاج تقريبا نصف مليار فورا من أجل إتمام عيد السلام من سيدفعها مطلوب مؤتمر دولي سريع للإعمار والسلام في السودان كي يتحمل العالم مسؤوليته عن هذه الخطوة التاريخية المهمة ليس فقط للسودانيين وإنما للإقليم والمنطقة سيد مشارقة علاقة السودان اليوم بدول الجوار هذا الاتفاق كيف سيؤثر على علاقة السودان كيف سينعكس مع علاقته بدول الجوار غالبية دول الجوار عمليا تأثرت بالقلاقل والإرهاب كذلك تشاد على سبيل المثال غرب بحر تشاد هناك للقاعدة وداعش لأن وجود وصل إلى أن مالي وزاح العاج كذلك في مناطق التوتر في مناطق المجاورة لأثيوبيا هناك قوة غير نظامية وبالتالي هنا لكل دول الجوار مصلحة الآن في إسناد هذا الاتفاق والمضي بالسودان بمعنى لبر الأمان المشكلة أن هناك فهما استشراقيا خاطئا تحديد النوات المتحدة وهو استغلال الأزمة والكالثة الاقتصادية للسودان بعد انهيار النظام السابق من أجل دفعه إلى خيارات سياسية لا يستطيع بها بل بالعكس تؤسس لتقسيم البلاد مرة أخرى بالتالي مفترض العالم أن يصبر على السودان حتى يتعافى ونصل إلى نهاية المرحلة الانتقالية بانتقابات تشريعية ورئاسية يصبح هناك تمثيل للمرة الأولى منذ الاستقلال الهامش والمركز لأول مرة سيدخل مثيل الهامش والأطراف السودانية المهمشة تاريخيا ستدخل إلى الخرطوم الآن في إطار نظام سياسي بمعنى لمصلحة الجميع بالتالي الضغط على السودان لخيارات سياسية من أجل إفراج عنه سواء بموضوع الإرهاب أو موضوع المقاطعة الدولية له هذا برأي خيارا خاطئا مفترض العرب والعالم أن يصبروا على هذا السودان العظيم بملايينه بثرواته بغناه فعلا أن يصبروا حتى تستمر أو ننتقل إلى مرحلة انتقالية نقتتمها بتمثيل حقيقي للسودان بأطرافه وهوامشه أيضا محمد مشارقة رئيس مركز تقدم للدراسات من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر